السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد ودائما مع الشيوات كيفما طلبتوها اليوم إن شاء الله غدي نتقسم معكم الحم حمر ومشوي في الكوكوت بلا نقطة ما بلا كتر التوابل وكيجي طايب زبدة كي يضب في الفم بمعنى الكلمة بحل العلاسات مع صلطة الضيوف أو الحباب أو العلاش اللي احتل عائلة دياننا سهلة راقية وبسيطة في نفس الوقت ومدقة له جديدة منعيش ومختلفة اللي تعودنا عليه نرافقه بها المشاوي وكذلك للعراضات كانت من هاد الاقتراحات اللي نزنت لكم تنال الإعجاب ديالكم كيف لعدم تبخلوش اللي بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف وإلا كانت أول مشاهدة لكم فألف ألف مرحبا بكم ضغط الزر الشراك في هلو الجرس باش توصو جديد كل وصفات فكم بدو بسم الله أولا باللحم بالنسبة للملحم أنا عندي هنا يتقربنا 1-3 كيلو نص طبع الكيميارة تبقى على حسب الرغبة وعلى حسب عدد أفراد الأسرة مزش ما باللحم العادي أو الملج غير هاداك اللي كتف حاولوا ديك الجلدة اللي كتكون في حيدوها وخليو الشحم الشحمة ضرورية سوف نحتاجوا لاحية حتى ستساهم بدور كبير في الحمار واحد الطبقة اللي هي ديال الشحم كيف موريتكم في الأول سوف ندوزو دابل تتبيلا هنا يدرت تقريبا 1-4 فصوص كبار ديال توم ضفت عليهم الملح على حسب الضوك ما تكتروش الملح حيث كان رافقوا دائماً لحم شوي كان رافقوا مع الملح والكامون ويبقى عوثان يكلمة كيف يبغيش الملح بزاف مو معلحة حسب الضوك كنضيف واحد معلقة معمرة ديال زينجابيلرها كتجي خطيرة بزاف وكتبديل الطعم بزاف ديال الحم وكتعطينا واحد نكهة رائعة كنضيف ايضا نص معلقة ديال فلفل اسود اللي هو اللي بزار ومعالقة معمرة ملقص بوريابس بالنسبة لكم موني إلا كان عندكم حبوب فاضفوا نصف ملعقة أنا عندي مطحون فاضفت هنا ملعقة اللي هي ممسوحة غالي نضيف زيت زيتون فقط تقريبا 1 جوج حتى 3 المعالق اللي هم أكبر على حسب كمية اللحم غالي نخلط مزيان غير باش نطلق فيه تتبيلا لها المسائل هادو اللي در ديال توابل سوف نأخذ اللحوم ونبدأ ندهنها من الجهتين كاملة وكيف كنقول لكم كاتوفوا معي هنا يطرافة ديال الحم اللي غالي نهز كتكون فيهم هذيك الحيط لها غير ديك الجلدة البرانية و هذيك الطرافة ديال شحمة غاليش خليتهم باش هما غالي ساهموا في تحمار ديال الحم ويجيب حلم حمر في الفران غير في الكوكوط وكيخليه في نص الوقت فتي غالي ندهنهم كاملين كيف كتشوفوا معايا ممكن هاد تتبيلا تديروها اللحم و تحتفظوا فيه فلاستيكات في المجمد مباشرة من المجمد الكوكوط راح كيجي منعوت سليكم تكنتب اللحم كامل وممكن تخليوا في هذيك تتبيلا تقريبا واحد لمدة ديال ساعة ساعتين كيجي ألد غالي ندوز هنا الكوكوط كيشفتوا معايا مفاتش قطرة ماء وما غالي ندهنها بالزيت لاننا دربنا الزيت في تتبيلا وحتى اللحم خصوصا للخاروف راح كتكون فيها نسبة كبيرة من الدهون غالي نبذكر ناخد هادو كترافة ديال الحملي هما كيشدوا الطياب هما اللي غالي نديرهم من الأسفل الملوجة حي الدغيك يدخلهم الطياب غالي نديرهم من الأعلى وطبعا غالي نوريكم كيفاش الحم يطيب لكم بسرعة وخي كل الحم ديالكم ما طيبش را انا طاب ليت قريبا في وقت ليهو قياسي غالي نستفهم كاملين بشكل هذا نزيد عليهم هادوك تتبيلا اللي بقات ندير واحد الحبة ديال الباصر كنحيدوها من بعد غير كتدوب وكتلق لنا النكهة غالي ناخد هنية حامضة اللي هي مصيرة غالي نحلها على ربعة ونحيد لهذا كل العدام لي كيكونوا فيها حيث كيمروا ونحيد الحم كيكونوا في طعم خيب واللوحة هكك حتى هي من بعد غادي تضوب قديت هنية ورقة ديال الرند ولحتهم حتى هما وسط هكا التنجرة وهنا دائما كنقول لكم إلا كان الحم غالي نديروه يعني غالي نرافقه بضغميرة فاللوحو دوكتمرات بالقشرة ديالهم كنا غالي نديروها كغير الحم شوي فكنديرو غير العدام العدام كيساهموا في أن اللحم كيطيب وحد الوقت ليهو منعودش ليكم كيفتي الحم زيان كيلي كيدر خمارة انا كن نجانب الخمارة وكنا نديرها كي كيفشتو معاي العدام ديالتمر قدي ندوز نوريكم شو على ديال النار بعد ما سطينا الكوكوت ودرنا السفارة كنديروه على نار اللي هي مجهدة ونسنوع لها حتى مني كندور السفارة هكا تحسو بها الكوكوت سخنات كيبدو يخرج لكم شو اقترات ديال الماء والسفارة في حالة غتي تبغي تسفر ولكن حيث مكينش الماء ما قديش تسفر لنا ونحركوها بليدين ديالنا باش هذه الحيمات ملسقوش هنا في الاسفل إلا عندكم الكوكوت كتلسق كان اكد عندكم الكوكوت كتلسق ضروري تدفو واحد اربع كاز ديال الماء ومن يتسخو الكوكوت حلو عليها وحركو ديال الحيمات وعودو سدو عليها ونقصو عليها العافية سننضوز هنا للسلاطة فنا ندرت الزلافة ديال الروز السفار روز غلاسي وندرت الزلافة ديال كينوال سنوريكم العلبة ديال كيفشتو كيفشتو الأبيض وكيفشتو الأسود انا اخذت هذا اللون هذا حيث سيكون عندي في السلطة تدرج الألوان كيفشتو معي فيما بعد سنضرهم بجوجة تسلقو حاولو اننا فقط نغسلوهم لكننا شارينهم بالعبار ولكن ما نحاولوش اننا ننحيدو منهم ديالهم احنا محتاجين له باش السلطة ديالنا تبقى شدة في راسا نضر في كل كمية سنضر جوجة لايفون انا عبرت معاكم هنا ومقطعتش المقطع باش شوفوا اني كندير غير المدية الروبيني ما يكونش المغليين درجو جونس هنا ودرجو جونس مع الكينوه غادي نضاف لهم الملح والكينوه غير دخلوها في السلطات لكم عندي سلطات عاديدة اللي بغتو ننزلها لكم بها راها صحية بزاف وفي نفس الوقت الديدة داخلي عندي في الأطباق اليومية ديالي مع عائلتي فهناي نضير كوشي تسلق ننزل السلطة الموالية غادي نضير هنا الخيزو حكيتو في الحكاكة الغليدة غادي ناخد هنا هذا كلادن فيومي قطعتوها كشرائح اللي هي طويلة من الأفضل إلا عندكم نوع ما يكونش فيه لبزار يكون حسن أنا هادوهما اللي كانوا عندي فاقضيت بهم ولكن هادوك اللي مكيكونش فيه لبزار كي يتواتب بزاف حسن السلطة فيها واحد اللي دعا ديال الحلاوة كيف غا تشوفوا معي من بعد كنناخدو المكور او لليشو او للملفوف كنناخد الأرجواني الموف او كنناخد هادوك العادي كنقطعهم بجوش رقاقين حاولو انا نرقوهم مزيان غادي باليكم النهرة شوية كنت فاتم مع ذك السيديل تقطاع مع خديت هذه الدربة ديال ناخد واحد تفاحهم من الأفضل تكون ما طيباش وحكوها في الحكاكة في العيون الغلاد يعني كنحاول نعطيكم جميع النصائح ولو تلك الأخطاء اللي كانوا نطح فيهم انا مطحوش فيهم انا بالنسبة لي اكتفاحهم مركزت مع السرعة في التحضير فكانت شوية طيبة كنعني نقطعها مكعبات هنا اضفت شوية الملح اضفت شوية ديال الزبيب اضفت عسر ديال تقريبا معلقة ديال عسر الحامض اضفت ملعقة ملع عسل و اضفت نصف علبة مليا وقت طبيعي تقريبا خمسين قرام ما يعادلوا حجوج معلق لهما كبار سنخلط الكل و هاته السلطة كتبغي دخول تلاجع يعني وجدوها ما تخافوش مزيان نطلق لنا هذا الماء حيث هذا الماء اللي ستتلقوه ما يبغيوش يدوز لنا في الطبق من يكونوا مقدمينها باش ما تفزكش لنا الخضر الأخرى السلطة ديالنا ديال الروز منيكا نضيف لها البيض نضيف لها الجزر مع جلبة مسلوقة و الضرق مايز نضيف الملح نضيف الفلفل الأسود و نضيف معاكم معلقة عسر الحامض كبيرة بالنسبة للبطاطس لان الروز فيها نشا نضيف البطاطس و لكم الخسيار نضيف علبة طون لان الكيمية كبير كبيرا سقطرناه من زيت و خلينا فيها معلقة واحدة باش تنكهلنا هذا الروز و نضيف المايونيز و نضيف المايونيز نضيف مرابط أسفل الفيديو هو اللي خدمت به كي تحضر بسرعة و بدون خردل نحرك الكل حسنا و buy U بتنككس نضيف ملح و نضيفه اضيف المائضة بل كذلك كاف dir أضيف ملح اضيف مايونيز معلقة Wade كبيرة ونحرك مزيان باش هي تجمع ليه هلاش ما اسلقناش هادوك المسائل يعني شلناه مزيان ما ذاك نشادياله مع اسلقناه باش مين نضافوا المايونز محتاجوش كمية اللي هي كبيرة كيبقى فيهم ذاك نشاديالهم كيجمعهم كتكون هي حبة حبة ولكن ذاك نشاك يساهم انه كيجمع منسبة لي انا ذاك الكمية اللي درت هي تماما اللي كفاتني في اسلق ديالهم غادي ناخد هنا يا قالب مباشرة في الطبق اللي غادي نديره يعني في تقديم وكنناخد هذيك السلطة ديال الروز مع البيض والخضار كنصففه هي الاولى وغادي نبقى كان نضغط عليها حتى نسويها مزيان وتاخد ليه الشكل ديال الطبق يعني جنيبات ما يبقاش عندي خاوين ممكن هذي السلطة هذي منشكونوا كتصيبوا تخليوا واحد شوية من ديك الكيمية ديال الخضار وتعمروا بها في الوسط من بعد كناخد هذيك الكنوة وغادي نديرها من الاعلى وحتى هي نحاولو اننا نساويوها مزيان ونقدوها ونغلفوها بشي بلاستيك غدائي وندخلوها للتلاجة تشد فراسها على ما نكملو احنا الباقي التحضيرات ديال المسائل اللي غادي نديروهم في السلطة من بعد غادي ندوزو الهناي الاناناس بالافضل يكون عادي ما يكونش المعلب انا بنسبة لي اخذيتها وما رضيتش له البل منح اللي تلقيتها فاسدة انا بنسبة لي نقطعها مكعبات وناخده هنا السيريمي ممكن نديرو الدجاج يعني مسلوق مع التوابل حتى هو اضيفوه في بلاست السيريمي اللي متوفر لكم غادي نضيفوه ومشي مسائل اللي تعطينا بحلقة لدانت فيما انا مدرتوش حدرتو في السلطة الاولى غادي ناخد هنا الجبن قديت هنا فرمج حمر قطعتوه مكعبات يلا عندكم حتى الفيطة او الريكوتة حاولو انكم تقطعوها طريفة صغر واضيفوها رحت هي كتوته بزاف مع الطعم ديل هات السلطة هادي والفرمج حمر يلا درشو الفيطة قطعوه قلء صغر من هكي يعني مكعبات اللي هي صغيرة خديت قلب الناخيل وحتى هو كيتباع معلب قطعتو مكعبات صغيرة خديت الدورة المعلبة وهناي هاد المشماش المجفف كنقطعوها كتقطعات وكنضيفوه هات السلطة هادي كتبغي تقلس واحد ساعة ولا ساعتين ترتاح باش مني كان نقدموها هاداك المشماش كيفزق وكيجي فحلة درنا وسط منها المونك وكيجي وحت طعم بالمشماش والمونك يجي رائع غالي نضاف هنا يوحد جوج حتى تلاته مع الكبار ديالكينوه خديت شوية ديالقرقاع وهرمشو فيها والقرقاع تقدروا تعاوضوه بمسألة اخرى من المكسرات ولكن القرقاع هو اللي كيمشي مع هات السلطة هادي في الستورات وحتى عند مموين الحفلات درت معلقة ديال العسر الحامض قبصة ديال الملح لتصحيح الضوك وملعقة كبيرة من العسر كنضاف واحد شوية ديال زيت البائضة غالي نحرك غير واحد شوية هاكا ونضاف معلقة صغيرة ديال المطارد غالي نضاف على هاد الخالط هادا ونعود نحرك الكل ونديرها في الكؤوس هكا ديال تقديم انا درت هاد اللي فيغين هادو كيكونوا على تشكل هادا كي تباعوا ديال البلاستيك ركي يكونوا اشكال مختلفة حاولت انا نوزع الكيميا ونخليهم في الثلاجة يعني هادو من المسائل اللي اللي بديت بيهم وخليتهم في الثلاجة باش هاداك الخالط كي يفكتلكم كي يولي واحد المازيج خر مني تضوقه واحد سلطة كتج جرائعة ومنعيشة هنا يخضيت هادو كليبات اللي كيكونوا ملونين يكونوا مسلوقين مشي لدرجة تتعجنوا نضيف لهم زيت زيتون مع زيت المائدة ملح فلفل اسود اللي هو اللي بزار غادي نضيف حتى شوية البقدونيس المجفف ممكن تديروا الطاري دارت شوية ديال توم بودر ودارت هادو اللوبيا اللي كتكون سلقتها على هادو الشكل هادو الحمرة ودارت حتى اللوبيا الخضرها هكا طويلة غادي نحرك الكل وهدي واجدة بنسبة الخضار كلها اللي دارت البطاطا وخيزو دارت لهم كل هادو القديه دارت المليحة اللي بزار شوية البقدونيس المجفف توم بودر وزيت زيتون مع العسر ديال الحمد ضروري نحرك الكل وغادي نضيف نضيفه على الكوكوث انا حليت على هنين بعد نص ساعة كيف كتشوفو تبرك الله هالحم طلق الماء ديالو ورما فيها شبتاتا احتشي قطرة ديال ما دفتا غادي الحم بوحده يطلق الماء ديالو هنه يغا نعريع لها وغادي نخليها تشرب هادو الماء وفنفس الوقت كي بدوك الحماس كي تجمره كي نخلي حتى تشرب هاداك الماء كامل نسبة لهذاك السلسلة كي تطلق فنفل عادة كنت يفاحت الروز إلا كنت غادي نرافق معها الروز فكنكن سلقاه ان شاء الله هنديلكم الطريقة ديالو هنه يغادي ندوزول دريسات جيال السلطة فكنناخد الخص اللي كي يكون مغصوله من الشف غادي نستفوها كعلا قد التبصيل وغادي ناخد هادوك الوفيغين ونبدأ نحطهم بهذا الشكل هادا دائما السلطة اللي غادي نكونوا نديروها المسائل اللي غادي نقدموها تكون متقابلة باش اللي من هاد البلاسة غادي ياكلوا ونمجيها الخرايا ياكلوا يعني ما نحطوش المسائل بشكل هوا شوائي كنحاول نديرهم منهم يعني التبصيل باش يجلسوا ما يطاحوش وهناي هادوك شلادة اللي ديال ملفوف والجزار والتفاح كنبدو كنحطوها وكنحيدوا كنحطوها من الاسفل كنحطوها من الاسفل كنحطوها من الاسفل كنحطوها من الاسفل وممكن تتغنو عليها ولكن راكم عارفين دبا معادي صاد راهمون عيشة بزات بحالة المسائل كنحطو بيهم وكن بدلو نخرجو من تقليدي ديال الخضر في الاسفل ومن فوق الروز وصافي يعني نحاولو نغير وغير زعمو يعني طرق عديدة ديال السلاطات يلا بغيتو نتقاسمهم معاكم انا حاولت نلعب لكم على شي حاجة اللي هي بساتة في نفس الوقت تكسعتها في العين غادي ندوزو هنا للخضر فاصففتهم في الجنب ومن بعد عاود دقات ديتهم باش يجي الجزار من هنا ومن هنا حيث كانت عندي كمية الجزار قليلة الباربة قدرت لها نفس تسبيلة غير مددتش لها البقدونيس خليتها في اللون ديالها ودائما كان هاتش لك انه غادي نقدموه في الطبق فنحاولو نماغيني ونخليه حتي يتلق هاتك الماديل وباش مني نقدموه ما يفزقش هنا الطبق كان مددونه الزغر من الاعلى غادي نصففهم حتى هما بشكل هوا متقابل في الاخير هنا يدرت هاتك شلاطة ديال الابات درتها من الجهة الاخرى ودرتها من هاتجه هاتي غادي ننوش شوية ديال زنجان أبيض على هاتك السلطة ديال الملفوف وغادي ندوزول الزين ديال هاتك الطبق ديال الروز مع الكنوا فكنناخد هنا المايونيز كندهن به الاعلى باش تشد لي زينة اللي غادي نزين وكنناخده هنا الخيار اللي كيكون موصول وقطعنا هاتك شرائح لمن الأفضل تكون رقيقة فانا قلت لكم هنا هاتك لابنت لكم شي حاجة غلادة عارفون اراني محك ماش في الموس ما عارفون ميك تكون عندك شي ضربة في سبعة كتبدي تخدمي ودزق لي اللي نزينا ونزيكم ويما غادي ناخد هنا حتى الفجل ندوره هاك بشكل اللي هو دائري وطماطم ماتشا سوغيز قطعتها هاك في النصف خديس هات الشكل اللي كيكون طولي كي جيزوين ودورتوا حتى هو بهالطريقة هاتي غادي ندورهم كاملين وغادي ناخد هنا لادانت فيومي كنديرو هاك على هاتشكل غادي نوريكم كنطوح على وكندير لي هاك اللي بيكبو غادي نحيدو القالب وكتجي هاك تدرجي الانوان كتجي سلطة ليها راقية وفي نصف الوقت راها سهلة ما فيهاش الخدمة بزاف واختبال ليكم الخدمة ولكن راها سهلة سهلة في تحدر ديالة الحمرة كيجي طايب زبدة كانت من الأخوات اللي تلبوني السرطة تعجبهم يلا بغيتوا راكين اقتراحات أخرى كان شكركم من قلبي لتعليقات ديلكم طيبة وكنحبكم بزاف بزاف خليتليكم مراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة